إنجاز دولوماسي كبير لسيد رئيس وزراء أستاذ محمد شيع السوداني في أن يكون هناك حدثان مهمان كبيران في هذا الشهر هو زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك استقبال الرئيس أردوغان وكذلك المضي بـ 26 اتفاقا في مقدمته الاتفاق الإطاري الذي يجمع ما بين الأمن والاقتصاد والطاقة وبالفعل الملف الأمني هناك تفاهمات الآن كبيرة بين الجانب العراقي والجانب التركي سواء في اتفاقية الإطار الاستراتيجية التي وقعت أو كذلك بالمقابل بالاتفاقيات الثنائية الخاصة للوزارات المناظرة بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية التركية وكذلك بالمقابل بين الجهات القريبة كذلك من الصناعات الحربية وغيرها حقيقة من الصحة العسكرية وكذلك وزارة الدفاع وغيرها حقيقة من التعاون الأمني والاستخباري وهذه كلها حقيقة الملفات بالإضافة للتعاون الاستخباري المهم بين العراق وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب ولاحظنا أن جهاز مكافحة الإرهاب قام خلال الفترة الماضية بعمليات مع جهاز مكافحة الإرهاب في أقليم كردستان في مناطق قد تكون قريبة من الاهتمام التركي لكن بالمقابل جهاز المخابرات الوطني لعب دورا كبيرا في تسلم شخصيات إرهابية كانت مطلوبة لدى العراق والأنتربول العراقي والأنتربول الدولي وبالتالي سهل عملة استقبالها وبالتالي كذلك الخط الصفري ومسكه من خلال قوات حرس الحدود الاتحادية بالتعاون مع قوات البشمرقة وتعاون كذلك مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وقيادة العمليات المشتركة يجعل هذا الملف حيويا خصوصا بعد نشر مخافر حدودية على الخط الحدودي بين العراق وتركيا وهذا بالتالي ما يعني أننا على مدى 40 سنة نرى هناك خطوات بهذا المجال الآن نرى خطوات استراتيجية وتنفيذية وعملياتية طبعا تعمل على هذا المجال وبالتالي كذلك قضية البكك الذي عبره الرئيس التركي أردوغان عن ارتياحه الكبير بعملية حظرة فيها العراق وكذلك بالمقابل كان هناك ترحيب طبعا من قبل الحكومة التركية ووبدال الذي زار العراق واجتمع مع الوزارات والجهاز الحكومي ومع سيد نائب رئيس وزراء وسيد وزير الخارجية العراقي حقيقة بحضر حزب البككة وكذلك بالمقابل ارتياحي لقرار مجلس الأمن الوطني الذي صدر قبل فترة وهذا بالتالي دلالة على حيوية ورؤية العراق في المجال الأمني للمشتركات المتكونة والمتجسرة الآن من خلال الاتفاقيات الستة وعشرينة وقعها العراق بين الجانب العراق والجانب التركي بالإضافة طبعا إلى الطريق الاستراتيجي هو طريقة تنمية ترجمة نانسي قنقر